أهلا أحبائنا مشاهدينا فالسؤال كيف تبرهن يسوع المسيح أحبائي شخصية يسوع وهوية يسوع متميزة جدا لا مثيل له واحد من نوع فالمسيح مكتوب عنه أنه كلمة الله الذي اتخذ جسد في ملء الزمان والمسيح جاء ونزل من السماء وراجع إلى الآب وهذا واضح طبعا من خلال البشائر الأربعة في الإنجيل المقدس فهو ليس شخصية أرضية جاء من السماء بل هو كلمة الله وخمس أمور اللي بتأكد على تفرد وتميز يسوع المسيح ويمكن عدها عدة مرات وللفائدة أكررها مرة أخرى المسيح ولد ولادي عظراوي أي ولد من عظرا بدون أن يمسس مريم أي بشر يعني ولد من روح الله بدون رجل فالشيء الثاني اللي بيقولنا لم يتورث الطبيعة الخطاءة فالمسيح هو الوحيد الكامل بلا خطية لم يفعل خطية لم يعرف خطية لم توجد فيه خطية بل تحدى الناس من منكم يبكتني على خطية شيء الثالث تتميم النبوات في شخصية المسيح وهذا استحالي أنه تم مئات من النبوات في شخص واحد وهذه النبوات مش مجرد تكهن نبوات من آلاف السنين من مئات السنين أنبياء مختلفون على أزمنة وعصور وكل واحد بيقدم يسوع المسيح من زاوية الشيء الرابع اللي مميز هوية يسوع المسيح أنه هو إله كامل وإنسان كامل في اتحاد كامل الطبيعتين في اتحاد كامل لكي يقوم بعملية الفداء والشيء الخامس أنه تجسد الكلمة ولد يسوع لكي يموت أي لكي يخلص الناس من خطيهم وهذا ما تميز به المسيح لم يأتي من جسد العذراء حتى يكون سوبرمان ويعمل عجائب ومعجزات ولكن لا جاء خصيصا من أجل الصلب من أجل الموت من أجل الفداء الكامل من أجل القيامة المجيدة فهذا ما يميز يسوع المسيح فإذن ما الذي يميز يسوع وكيف ندرك هذا الشيء مع أن المسيح في كل شيء متفوق في لقاءاته ومعاملاته مع الناس متفوق في معجزاته متفوق في تعليمه متفوق في حياته الأدبية الأخلاقية قدوس بار متفوق فلا يوجد نبي في هذا الوجود أصلا عيب أنه نقارن أي نبي أو أي شخصية في الوجود بالمسيح يسوع وهذا طبعا مش مجرد كلام إحنا العرب متل ما منعرف أنه الكلام معلوش جمرك أو معلي ضريبة فإحنا ممكن نتكلم الكلام ومنرميه ولكن بدون البرهين والأصعب إذا ممكن أنه يعني نبرر موضوع الكذب فإذا مستعد نكذب حتى ندل على ديننا أو نبرهن عقيدتنا ولكن المسيح كامل بريء كل البراءة طاهر قدوس بار فإذا كل هذه الأمور تجعل المسيح متفوق والبرهين كثيرة ترجمة نانسي قنقر